منذ بداية الحرب الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا لم تتخذ بكين رسميا موقفا واضحا فيما يتعلق بدعم أي من الجانبين ولكن هذا لم يمنع الصين من تكثيف شراكتها مع موسكو منذ بداية الغزم مما ساعد روسيا في التحايل على العقوبات وبحسب المحللين فقد بلغت التجارة بين البلدين خلال العام الماضي مستوى قياسيا بلغ 240 مليار دولار بينما تقول الصين بأنها لم تسعى أبدا إلى الاستفادة من هذه الحرب لقد عملنا بنشاط لدفع المفاوضات من أجل السلام والتسوية السياسية فالصين ليست هي التي خلقت الأزمة الأوكرانية ولا هي مشاركة فيها ولم نسعى قط ولن نسعى للحصول على مكاسب من هذه الحرب ووفقا للخبراء تعتبر الصين حرب روسيا على أوكرانيا بأنها مواجهة عالمية بين موسكو والغرب ووفقا لتحليلهم فإن بكين لا تستفيد من صراع واسع نطاق لأنه يهدد التجارة الدولية التي تلعب دورا كبيرا في السياسة الصينية وبحسب الخبراء أيضا فإن هذا الجانب هو الذي يجب معالجته حتى ترفض بكين التعاون مع موسكو إن تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا ليس في مصلحة الصين وهنا تحتاج إلى استخدام لعبة بينجبونج إحدى الألعاب المفضلة في الصين هل أنت ضد تصعيد الحرب؟ نعم من يقوم بتصعيد الحرب الآن هو روسيا إن تصعيد الحرب يأتي من هناك لذلك اضغطوا على روسيا وعلى بوتين وإذا دعمتم روسيا في النهاية ستخسرون أنفسكم وإذا كنتم ترغبون في توسيع التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا فتوقفوا عن دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي وفقا لبلومبرغ تتمتع واشنطن بنفوذ فعال على بكين لأن الاقتصاد الصينية غير مستقر حاليا وأحد هذه النفوذ هو قدرة وزارة الخزانة الأمريكية على منع الوصول إلى الدولار الأمريكي وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لأي بنك دولي وتتحدث واشنطن أيضا بقسوة أكبر عن العقوبات المفروضة على الصين بسبب دعمها للمجمع الصناعي العسكري الروسي وأكد على أن الشركات بما في ذلك الشركة الصينية لا ينبغي لها أن تقدم داعا ماديا للحرب الروسية وإلا فالناس تواجهوا وقب وخيمة وأكد على أن أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي تنقل البضايا العسكرية أو ذات الاستخدام المزدواج إلى القاعدة الصناعية دفاع الروسية تعرض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في وقت سابق على مرسوم يشدد العقوبات على المؤسسات المالية المتعاونة مع روسيا ووفقا لرويترز فقد أثر هذا بشكل كبير على التجارة بين الصين وروسيا وباتت موسكو تواجه تأخيرا في عائدات النفط والوقود حيث شددت البنوك الصينية والتركية والإماراتية رقابتها خوفا من الامتثال للعقوبات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر